اسم التفضيل طبعا هو اسم مشتق من الفهد طبعا ياتي على وزن أفعل للمذكر وفعل للمؤنس يدل على أن شيئين اشترك في صفة وزاد أحدهما على الآخر يعني عندما أنا أقول مثلا محمد أكرم من زيد هنا نلاحظ أن محمد وزيد اشترك في صفة القرم يعني هما اشترك في صفة القرم ولكن محمد هنا أنا أقول محمد أكرم من زيد إذن زاد في هذه الصفة أو زاد في الإكرام عن زيد لذلك اشترك في صفة واحدة وهي القرم وزاد أحدهما على الآخر في تلك الصفة طيب كيفية صياغة أفعل التفضيل من الفعل له شروب يعني مثلا عندما أنا أقول مثلا أكبر هذين نشتك من الفعل مثلا كبر هكذا كذلك أيضا مثلا أكرم من الفعل كرم هكذا ولكن لكي نشتك أفعل التفضيل من الفعل توجد شروط أولا شروط صياغة أفعل التفضيل أولا أن يكون الفعل ماضيا يعني أن يكون الفعل ماضي إذن فلا يصح مثلا نشتك أفعل التفضيل يعني نأتي بصيغة أفعل التفضيل أعرف الصيغة لن تأتي لابد أن يكون الفعل ماضيا كذلك أن يكون الفعل ثلاثيا يعني ماضيه ثلاثي يعني كلمة ارتفع لا نستطيع أن نأتي منها بأفعل التفضيل طيب كذلك أيضا غير دال على لون أو عين يعني أن يكون الفعل لا يدل على لون أو عين يعني مثلا عرج لا يجوز أن نكون محمد أعرج من زين لا يجوز وحاوله نفس الأمر كذلك يدل مثلا خضر وصفر محمد أصفر لا يجوز كذلك أن يكون الفعل مثبتا يعني لا يجوز أن نأتي بأفعل التفضيل من فعل منفي يعني لا يجدنا نقول مثلا كيف هذا لا نستطيع كذلك نفسه الأول أن يكون الفعل تاما يعني ليس ناقصا يعني ليس من كان وخوتها وكذا وخوتها طيب أن يكون الفعل قابلا للتفاود بالزيادة أو النقصان يعني يقبل التدرج ويقبل التفاضل يعني لا يجوز أن نفضل نقول مثلا محمد أموت من زيد كيف هذا لا يجوز يعني هذه الأفعال مات وهلك وفن لا يجوز هذه الأفعال لا تجوز أن نهتي منها بأفعال التفضيل طيب كذلك أن يكون الفعل مبنيا للمعلوم يعني مثلا ما عرفها لا يجوز أن نهتي منها بأفعال التفضيل لابد أن نكون مثلا عارفة لا مشكلة أما عرفها هنا مبني المجهول ضم الأول وكسر ما قبل الآخر لأنه فعل ماض طيب أن يكون الفعل متصرف يعني يأتي منه الماضي والأمر والمضارع طيب يعني مثلا كلمة عسى وليس وبئس هي تأتي على صيغة واحدة وهي تأتي على الفعل الماضي فقط لا يأتي منها مضارع ولا يأتي منها أمر هكذا لذلك مثلا كلمة مثلا كاروما الفعل كاروما يجوز أن نهتي منه بأفعال التفضيل نقول أكرم محمد أكرم من زيت طيب لماذا؟ أولا الفعل اكتمل الشروط ماضي أول شرط ماضي كذلك أيضا ثلاثي يعني من ثلاثة أحرف كذلك يقبل المفاضلة ويقبل التفاوت كذلك متصرف متصرف يعني ليس جامدا مبني للمعلوم وليس مبني للمجهول تام ليس ناكس هكذا طيب هنا عمل اسم التفضيل هل اسم التفضيل يعمل وعمل الفعل؟ نعم يعمل عمل الفعل طبعا اسم التفضيل لا ينصب مفعولا به مطلقا لا ينصب مفعول به مطلقا لأنه لو جاء بعده لأن اسم التفضيل إما أن يأتي بعده نكرة وإما أن يأتي بعده ماذا؟ معرفة لو كان هذا الاسم نكرة سيكون منصوبا على أنه تمييز وليس مفعول به طيب ولو كان معرفة سيكون مضاف إليه فلذلك فعل التفضيل لا ينصب مفعولا به وإنما يرفع ضميرا مستدر يعني عندما أقول محمد أكثر من زيد إذن محمد هنا مبتدأ وأكثر هنا خبر ومن زيد جره مجهور طيب أين الفاعل أكثر هنا سيرفع فاعل مستدر تقدره يعني محمد أكثر وهو من زيد إذن الفاعل مستدر إذن هنا يرفع فاعلا مستدر طيب كذلك فاطمة أكبر إذن مستدر تقدره هي هكذا إذن أكبر رفع فاعلا وهو الضمير المستدر هي الذي يعود على ماذا؟ على فاطمة طيب قد يعمل اسم التفضيل ويرفع اسما ظاهر يعني نحن كنا أنه ممكن أن يرفع ضمير مستدر طيب ممكن أن يرفع اسم ظاهر وذلك إذا توفرت فيه الشروط ما هي الشروط؟ أولا إذا صح أن يقع فعله بمعناه وسنعرف ما معنى يقع فعله بمعناه وصبق من نفسه أو استفهامه أن يكون الفاعل منفضلا على نفسه باعتباره ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام؟ أولا عندما أنا أقول ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيت نلاحظ هنا أن أحسن هنا أفعل تفضيل والكحل فاعل لماذا؟ أولا الشرط الأول إذا صح أن يقع فعله بمعناه يعني يصح أن نأتي مثلا بالفعل يحسن نقول المعنى يجوز لو أنا وضعت الفعل بدل أفعل التفضيل المعنى صحيح ما رأيت رجلا يحسن في عينيه الكحل ما الذي يحسن الكحل إذا الكحل فاعل هذا إذا نجتمل الشرط الأول الشرط الثاني وصبق بنفي أو استفهام يعني يصبق بنفي نعم صبق بنفي أو استفهام أو نهي أن يكون المرفوع الفاعل هو المفضل على نفسه باعتباره وسنعرف هذا يعني لو نلاحظ هنا أن نفعل التفضيل أحسن نرفع فاعلا وهو الكحل لأنه توفرت في الجملة يجوز أن نقول مثلا يحسن الكحل إذن يعني لو وضعت فعل بدلا من أفعل التفضيل المعنى سليم وسنجد أن كلمة الكحل فاعل للفعل كذلك أن يصبق بنفي الكحل مفضل عن نفسه باعتباره يعني الكحل لابد أن يكون مفضلا ومفضلا عن نفسه يعني مفضلا وفي نفس الوقت مفضلا عليه يعني الكحل مفضل في عين زيت في نفس الوقت مفضل عليه يعني في مفضل ومفضل عليه في نفس الوقت طيب يعني مثلا عندما نقول مثلا ما رأيت أرضا أجود فيها القمح منه في أرض مصر أجود أفعل رفع فاعل وهو ماذا القمح فاعل لو نلاحظ اكتملت الشروط لو أنا وضعته الفئ أجود ناتب الفعل يجود يجود فيها القمح ما رأيت أرضا يجود فيها القمح المعنى سليم يعني يجوز أن نضع الفعل إذن هنا فعل كذلك أصبق بنفي القمح مفضل ومفضل عليه يعني ده ما أقول ما رأيت أرضا أجود فيها القمح منه في أرض مصر إذن هنا القمح مفضل ومفضل عليه مفضل لأنه لو زرع في أرض مصر ومفضل عليه لو زرع في أرض مثلا غير أرض مصر هكذا يعني المهم الذي يهمون هنا أن يكون الفاعل أن يكون الفاعل مفضل ومفضل عليه أن يصبقه نفي أو استفحام أفعل التفضيل يجوز أن نضع فعل المعنى يكون سليما كذلك مثلا عندما يقول أقرأت كتابا أعظم به الأجر منه في القرآن لو نلاحظ هنا سبق باستفهام أعظم ممكن نأتي بالفعل يعظم يعظم به الأجر إذن الأجر فاعل إذن اكتملت الشروط وهنا ماذا يعظم إذن الأجر مفضل عن نفسه باعتبارين مفضل أنه ماذا لو كان في القرآن لو في كتاب آخر فهو ليس مفضل هكذا يعني ليس مفضل هكذا مفضل ومفضل عليه هكذا إذن مفضل مفضل عن نفسه باعتبارين مفضل باعتبارين أنه لكان في القرآن هكذا يعني إذن هنا نلاحظ رفع اسم التفضيل أعظم فاعل هو الأجر لأنه توفرت فيه شروط أولا صح أن يقع فعلا بمعناه أن كل يعظم به الأجر كذلك سبق اسم التفضيل باستفهام وهي الهمزة أقرأت الفاعل الأجر مفضل على نفسه باعتبارين أن الأجر في الكرآن أعظم من غيره من الكتب الأخرى إذن هو مفضل لو كان في الكرآن يعني مفضل على غيره طيب إذن الخلاصة أن اسم التفضيل يرفع فاعلا لو صحك بنافع واستفهام يصح أن نضع فعل من أفعل التفضيل نأتي بالفعل المعنى سليم وسنجد أن أجر فعل والأجر يكون مفضل ومفضل على نفسه باعتبارين هكذا سالسا هل ينصب أفعل التفضيل طبعا ينصب ولكن لا ينصب مفعولا بيه ولكن ينصب ماذا تمييز وفي نفس وقت أن يكون التمييز فاعل في المعنى أن يكون التمييز فاعل ماذا في المعنى يعني عندما أقول زيد أكثر علما طبعا نحن نعرف بعد أفعل التفضيل لو جاءت ناكرة منصوبة تعرب تمييز انتهى الأمر طيب نلاحظ هنا زيد أكثر علما تعرب تمييز منصوب وهي فاعل في المعنى كيف فاعل يعني في المعنى ليس في الإعراب في المعنى لأن المعنى محمد كثر علمه ما الذي كثر؟ العلم إذن العلم هنا فاعل إذن هنا نلاحظ أن علما في المعنى أكثر علما يعني العلم هو الذي يكثر إذن هنا طبعا أنا تمييز طيب طيب هنا إعراب الإسم الواقع بعد أفعل التفضيل طيب الحالة الأولى أن يكون الإسم بعد إسم التفضيل معرفة طبعا فيعرب مضاف إليه إذن نحن نعرف مثلا هو أقرب الأصدقاء لي نحن نعرف هو أقرب الأصدقاء إي لي لو جاء بعد أفعل التفضيل نكر منصوبة تعرب تمييز لو أنا قلت صديقا مثلا تمييز طيب لو جاء إسمه عن رب الألف واللهم سيعرب مضاف إليه إذن بعد أفعل التفضيل لو جاء إسم معرفة فسيعرب ماذا مضاف إليه طيب لو وجدته نكر منصوبة ستعرب تمييز الأمر سهل جاء أكر الله تعالى وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَسَ النَّاسِي إذن أفعل التفضيل جاء بعد إسم معرفة ألف اللهم تعرب ماذا مضاف إليه هكذا طيب طبعا هنا أن يكون الإسم بعد أفعل التفضيل نكر يعني لو كان الإسم بعد أفعل التفضيل نكر طبعا كلنا أنه يعرب ماذا تمييز مطلقا متى يعرب تمييز لا بد أن يعرب تمييز يعني لا يعرب أي شيء غير التفضيل لو كأن تكون النكر منفصلة عن إسم التفضيل يعني أن يفصل بينها وبين يعني مثلا أنا قلته هو أكثر الطلاب نشاطا طبعا أكثر أفعل التفضيل نشاطا ليس لها إعراب غير أن تعرب تمييز إذن نشاطا هنا ستعرب ماذا تمييز طبعا بعد أفعل التفضيل وفي نفس الوقت فوصل بين أفعل التفضيل وهنا ماذا نشاطا إذن لو فوصل بين أفعل التفضيل والنكر المنصوبة طبعا تعرب تمييز مطلقا وليس لها إعراب آخر هو أحسنهم خلقا انظروا لو نراحز أن أحسن وخلقا فوصل بين النكر وأفعل التفضيل لذلك هنا نراحز أنه نشاطا تعرب تمييز لماذا؟ لأن الإسم الذي هو الطلاب فاصل يعني هو يعرب مضاف إليه الطلاب يعني طبعا فاصل يعني بين أفعل التفضيل والنكر لذلك يعرب تمييز كذلك أيضا والضمير وخلقا طبعا تعرب تمييز لأن الضمير فيه أحسن فاصل بين أفعل التفضيل والتمييز إذن هنا عندما نجد أفعل تفضيل أفعل تفضيل بعده أي اسم فاصل يعني بعد ذلك ناكرة منصوب هذه النكر طبعا ستعرب تمييز مطلقا أما إذا لم يوجد فاصل يعني مثلا أن تكون النكرة متصلة باسم التفضيل مباشرة فلها إعرابان طبعا العراب الأول ودرسناه سابقا أن تعرب مضاف إليه إذا كان التمييز من جنس المفض ما معنى هذا يعني أنا أقول السيارة نحن أقول مثلا نلاحظ نحن أقول وسائل المواصلات لا ننسى هذا طب ونظره عندما أنا أقول السيارة أفضل وسيلة أو نلاحظ هنا أن أفعل التفضيل أفضل ووسيلة هنا نكرة لم تعرب تمييز لماذا لم نكن وسيلة وتعرب تمييز لماذا؟ أولا لسببين السبب الأول لم يفصل بين النكرة وبين أفعل التفضيل السبب الثاني أن النكرة هذه التي هي في الأصل يعني تمييز لو هي نصبت من جنس السيارة إذن هنا نلاحظ أن لأن الوسائل جنس من السيارات يعني وسيلة المواصلات جنس من ماذا؟ من السيارة هكذا يعني نلاحظ هنا توضيح فهنا من بين جميع وسائل المواصلات طبعا السيارة فكانت أفضلها فتعرب كلمة وسيلة مضافا إليه مجروع وفي نفس الوقت نحن لا نميز السيارة أنها وسيلة ولكن السيارة من جنس المواصلات وسائل المواصلات هكذا طيب الإعراب الثاني تعرب تمييز في حالة إذا لم يكن من جنس المفض أولا لو نلاحظ أفصح على وزن أفعال ولهجة هنا تعرب تمييز رغم أنه لم يفصل بين يعني لم نفصل بين أفعال التفضيل وماذا؟ تبليما تعرب تمييز لأن اللهجة ليست من جنس مالك ده مالك هذا إنسان يعني مالك إنسان أنا لو قلت لغة مثلا ممكن نعم مثلا لو قلت لغة ممكن لأن اللغة ممكن جنس من اللهجة أما أنا أقول مالك وهذا إنسان لذلك أنا ميزته مثلا ميزته مالك بلهجته أنه أفصح لهجة طيب نلاحظ هنا أن كلمة لهجة تعرب تمييز لماذا؟ لأن التمييز لم يكن من جنس المفضل إذن هنا ده معناه كوه مثلا السيارة أو مثلا الكطار مثلا أفضل مثلا وسيلة للمواصلات هنا الكطار من جنس ماذا؟ طبعا أولا لنلاحظ لابد الكطار من جنس وسائل المواصلات إذن سيقول وسيلة في نفس الوقت أنا لا أميز الكطار بأنه وسيلة لأنه أصلا هو جي من جنس الوسائل طيب وفيناه هو من جنس أما لو أنا عندما أنا أكون محمد أكثر علما نعم هنا هنا تمييز لماذا؟ هل محمد من جنس من العلم؟ لا هذا إنسان كيف هو يكون من جنس أما الكطار جنس من المواصلات هكذا ها في هذه الحالة أما لو فصلنا يعني أنا قلت وسائل فصلت بين التمييز فصلت بين أفعال التفضيل والتمييز ففي هذه الحالة تعرب النكرة تمييز مطلقا مثل هنا يعني مثلا نحن كنا ماذا؟ لو كانت النكرة منفصلة يعني يوجد فاصل فتعرف في هذه الحالة تمييز يعني مثلا يوجد فاصل لو يوجد فاصل بين لو يوجد فاصل بين أفعال التفضيل والنكرة ففي هذه الحالة النكرة تعرب تمييز فقط مطلقا أما إن لم يوجد فاصل فسننظر إلى ماذا؟ إلى المفضل لو كان المفضل من جنس النكرة من جنس هذا من جنس هذا إذن هنا ستعرب ماذا؟ ستعرب مضاف إليه أما إن لم يكن من جنس يعني عندما يكون محمد أكثر علما أو مثلا مالك أفصح لهجة إذن مالك ليس من جنس لهجة هكذا لذلك تعرب هنا تمييز طيب إذن الخلاصة أفعل التفضيل أفعل التفضيل إما نياتي بعدها اسم معرف بالألف واللام أو نكرة أو نكرة طبعا لو وجدت الإسم خلينا في نكرة فقط يعني إما معرف بالألف واللام وإما أن ياتي بعده ماذا؟ نكرة أولا معرف بالألف واللام طبعا سيعرف بالإسم هذا الذي بعد أفعل التفضيل يعني مضاف إليه طيب لو كان نكرة إما أن يكون من جنس المفضل وإما أن يكون ماذا؟ طيب بطريقة أخرى طبعا إما أن يكون لا يوجد فاصل لا يوجد فاصل بين أفعل التفضيل والنكرة إذا لا يوجد فاصل بين أفعل التفضيل والنكرة ففي هذه الحالة النكرة ستعرب ماذا؟ ستعرب تمييز مطلقا تعرب ماذا؟ تمييز مطلقا طيب إذا يوجد فاصل يوجد فاصل يعني بين أفعل التفضيل والنكرة فإذا يوجد فاصل فيوجد هنا حالة لو كان مثلا من جنس المفضل يعني النكرة يعني من جنس المفضل فهذه طبعا النكرة ستعرب ماذا؟ مضاف إليه طيب إن لم يكن من جنس المفضل يعني الإسم الذي أنا أفضله يعني من جنس المفضل ستعرف في هذه الحالة ماذا؟ تمييز أو بطريقة أسهل وساهل أكثر إذا أفعل التفضيل لو وجدت بعده اسم معرب للفلم فسيعرف ماذا مضاف إليه وجدت بعده نكرة لو وجدت هذه النكرة منصوبة فستعرب تمييز وجدتها مجرورة فتكون مضاف إليه يعني بالطريقة أسهل بعض الشيء هكذا إذن هنا إذن أفعل التفضيل لو أتى بعده اسم معرف بالألف واللم سيعرف مضاف إليه مطلقة لو أتى بعده نكرة اسم نكرة ننظر الأولى هل يوجد فاصل بين أفعل التفضيل والاسم النكرة؟ مثلا إذا يوجد فاصل فسيعرف تمييز مطلقا فقط يعني يعرف تمييز فقط مثل مثلا هو هو مثلا أفضل الناس صدقا إذن صدقا تمييز امتهى لهم لماذا يوجد فاصل بين النكرة وأفعل التفضيل إذن اطلقا طيب أما لو يوجد فاصل ننظر لو كان المفضل من جنس النقى يقرب مضاف إليه إن لم يكن من جنسه يعرف تمييز أمين أستمر إن شاءيت سوف يكبر حل